بتوقيع وإصدار عشرات المراسيم والمذكرات التنفيذية منذ وصوله إلى البيت الأبيض لم يضع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقتاً في السعي إلى تنفيذ وعوده الانتخابية وإلغاء سياسات سلفه باراك أوباما ورغم جهود حثيثة مبكرة أخفق مشروع ترامب لإلغاء واستبدال قانون الرعاية الصحية المؤثر الجدل في تأمين الأصوات الضورية لتمريره من الجناح المحافظ للحزب الجمهوري في الكونغرس أود القول إن دونالد ترامب يكتشف الآن أن ما يجري في الكونغرس يختلف كثيراً عما يحدث في إدارة الأعمال إن تمرير التشريعات أمر في غاية الصعوبة فرغم نجاحه في نيل مصادقة على مرشحه لقاد في المحكمة العليا فإنه لم يحقق أي تنتصارات تشريعية إن مشروع الرعاية الصحية لا يزال عالقاً وخطة الإصلاح الضريبي لا تزال موضوع نقاش قد يتحدث عن القرارات التنفيذية كما يحل له لكن الأهم هو الانتصارات التشريعية بناء جدار حدود مع المكسيك وإجبارها على دفع تكاليفه وعد انتخابي آخر استضم مع واقع الرئاسة وفروض الأعراف الدبلوماسية مع ذلك يؤكد ترامب تصميمه على بناء الجدار رغم استمرار الخلافات في الكونغرس حول كيفية تمويله إن مشروع الجدار معلق حالياً فلا وجود لمخصصات مالية لبنائه سواء عبر الكونغرس أو من المكسيك لذلك فإن الرئيس يبدو ضعيفاً فيما يتعلق بهذه المسألة لكن كون الجدار جزءاً أساسياً من وعد ترامب الانتخابية يدفع لذلك إلى الاعتقاد أنه سوف يتوصل بحلل العام المقبل إلى تسوية في الكونغرس وليس مع المكسيك لبناء الجدار وبينما يبقى من المبكر الحكم على مدى وفاء ترامب بباقي الوعود فلا جدال أنه حاول التمسك بشعار حملته أمريكا أولاً بتوقيع قرار تنفيذي يحفز على توظيف مواطنين أمريكيين وشراء منتوجات أمريكية كما اقترح ميزانية لتحديث البنى التحتية تفوق نصف تريليون دولار وتعيد بملايين الوظائف